دكتور علي المصالح وزير تموين التجارة الداخلية النهاردة كان ليه تصرحات ايضا مهمة دكتور علي كان بيتكلم طبعا على اللي عندنا يعني بيتكلم على عندنا قديم بيتكلم على قالك البشاري الرز بمناسبة الرز الرز النهاردة 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 اتكلمنا مبارح وليقيت النهاردة مبارحة الصلاة والنهاردة الصلاة طملون وبشرون الرز النهاردة نزل 500 جنيه ليه؟ الناس راحت اللي كانت مخزنة اللي كنت بتكلم عليه ومبارح راح النهاردة للمضارب فنزل الرز يعني الرز كان مستخبي راح لانه حس انه فيه تحرك هيحصل فانا بشكرهم كمان يعني بشكر الناس اللي هي تجاوبت على طول سريعا وعشان كده نزل طن الرز اليوم 500 جنيه اللي كنا بنتكلم عليه مبارح نتيجة انه على طول التأثير حصل فاحنا مكناش عايزين نقز حد ابدا كان رسالتنا دي ليه بقى غالي طب ما انت بتخزنه ليه طب ما تروح راح النهاردة راح النهاردة ودوا الرز اللي كان مستخبي ودوه النهاردة فانا كمان لازم اشكرهم بشكرهم على التحرك بشكرهم على التجاوب بشكرهم لانه هو ده في الاخر مش عايزين حاجات يا جماعة حد يستغل اي زرف فتكلم الدكتور عالم صالحي على الموجود في السوق تكلم على رز تكلم على القمح تكلم على الانتاج اللي موجود عندنا وكمان الاحتياطيات اللي موجودة عندنا نتابع الدكتور عالم صالح وزير التامنة وتجارة